السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس طلاب الصف الخامس اليوم درسنا قيمة العددية لتعبير جبري في متغير واحد طيب يا خامس انا اليوم نعرف ش يعني تعبير جبري وش يعني قيمة عددية وشو هذا الدرس بده منا فكرة الدرس جدا بسيطة هي تكملة للدرس القبل اول شي نعرف ش يعني تعبير جبري تعبير الجبري هو اعداد او متغيرات ترتبط بعملية واحدة على الاقل يعني اعداد وحروف لمتغيرات يعني سين صادعين فيها جمع او طرح هذا هو التعبير الجبري تعبير الجبري هي مسألة فيها اعداد وفيها متغيرات وبينهم جمع او طرح مثلا سين زائد واحد سين زائد واحد تعبير جبري طيب القيمة العددية هي تعويض الرقم مكان المتغير يعني يعني هي قيمة التعبير الجبري عند التعويض عنه بدل من المتغير يعني انا عندي سين زائد واحد اذا حكتلك حط لي مكان السين تسعة واربعين بتروح انت بتشيل السين هاي شلنا السين وحطينا مكانها تسعة واربعين زائد واحد بيطلع معاي خمسين درسنا اليوم بس اننا بنحط رقم مكان السين والصادع عشان يطلع معاي رقم خلينا نشوف المثال اللي معاي صفحة واحد وتسعين صفحة واحد وتسعين بحكيلي جد القيمة العددية للتعبير جبري تلات سين ناقد سبعة اذا كانت سين سبعة طيب انا يعني بدي الغي كلمة سين واحط مكانها سبعة يعني راح تصير تلات ضرب سبعة ناقص اثنين يعني بتصير عندي تلات ضرب سبعة ناقص اثنين حسب الاولويات تلات ضرب سبعة واحد عشرين ناقص اثنين تساطاش واحد عشرين ناقص اثنين تساطاش هيا اجه شال السين وحط مكانها سبعة نفسي الاشي بدي اعملهم معطيني بالسؤال الأول إذا كانت صاد تساوي 9 فاجد القيمة العددية لكل تعبير جبري مما يأتي الصاد 9 يعني أنا بدي أشيل الصاد هون أحط 9 بدي أشيل الصاد هون أحط 9 بدي أشيل الصاد هون أحط 9 مكان كل صاد بدي أحط 9 بدي أحط مكان الرقم المتغير صاد 9 نضع مكان صاد 9 بتصير 9 زائد 51 60 طيب 2 صاد زائد 9 طبعا 2 صاد يعني ضرب 2 ضرب هاي مكان صاد حطيت 9 زائد 4 18 زائد 4 22 35 ناقص 3 صاد يعني 3 ضرب صاد يعني 3 شلنا صاد شو صارت 3 ضرب 9 35 ناقص 3 ضرب 9 ويساوي 35 ناقص 27 8 الجواب طيب مع بعض نقرأ المثال إذا أجت المسألة كلامية نشوف كيف نحلها معطيني يرتاد نادي رياضي ثقافي عمل خيري لتمويل مشروعاته إذا تبرع الفرد إذا تبرع الفرد للنادي في هذا الحفل إذا كان تبرع الفرد للنادي في هذا الحفل معطى 2 صاد زائد 5 صاد ثمن التذكرة وخمسة لهو رسوم الدخول أنا عندي نادي بدك تدفع 5 دنانير عشان تدخلوا عندي سين عدد التذاكر يعني أنا سين عندي إياها عدد التذاكر اللي بشتروها الأفراد بالدينار الأردني طيب طالب مني هو معطيني 2 صاد زائد 5 صاد زائد 5 صاد ثابت اللي هي رسوم الدخول بحكيلي ما قيمة العددية لتبرع أحمد إذا اشترى سبع تذاكر طيب بدي أشوف القيمة العددية إذا تبرع أحمد سبع تذاكر يعني أنا بدي أحط مكان التذاكر يعني مكان السين سبعة لأنه هو حاكيلي أن السين تذاكر خمسة رسم الدخول يعني مكان التذاكر رح أحط سبعة 2 ضرب سين ليه 2 ضرب 7 زائد 5 14 زائد 5 فهون يعني بدي أشير السين أحط مكانها أي إشي بخص التذاكر ما المبلغ الذي سيجمعه في حال يبعث بيعت 76 تذكرة إذا بيعت 76 تذكرة مكان التذاكر شوف ده حط 76 يعني 2 ضرب مكان التذاكر سين 76 زائد 5 2 ضرب 76 152 زائد 557 دينار رح تكون المبلغ اللي رح يأخذوه طيب بالصفحة البعدي هم يعطيني أنا المثال بهاي الصفحة وهي الصفحة يخامس أنا بدي ألغي لكم محظوص مش داخل مثال بهاي الصفحة وهي الصفحة ما ألغي مش رح أجيب منه بالامتحانات رح أجيب زي الأسئلة العددية الأسئلة الكتابية وعوض مكان سين أشوفكم في فيديوهات قبل ما أشوفكم في فيديوهات تانية تعالوا شاي شوي بدي منكم تحلوا لي بتمرين ومسال صفحة 94 السؤال الأول والثاني والثالث الرابع ما بديه أول وثاني وثالث ورابع السؤال الأول دك تعوض مكان سين ثلاث السؤال الثاني هنا معطيني قيمة سين كل مرة بتتغير مرة واحد مرة اثنين مرة ثلاث مرة أربع مرة خمسة مرة ستة كل مرة بدك تغير مكان سين مرة واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ستة وطلع الجواب السؤال الثالث معطيك مكان عندك تغير كل مرة بتطلع معك جواب إلى اللقاء في أمان الله بفيديوهات تانية